مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا ودينة شرفة فضالية دينة شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح سيسي الحرصة على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لدبيا واستمرار التنصيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك وخلال استقباله وزير خارجية جمهورية لدبيا إدجورز رينكيفتش أعرب الرئيس سيسي عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللدفية في مصر والتطلع لتكثيف التعاون خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لدبيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة ومن جانبه أكد وزير خارجية لدبيا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتين الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر مشددا على أهمية عامل حصن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على التحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا جاءت تصريحات الرئيس سيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة والتصلاح الأراضي السيد القصير وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع وجه رئيس سيسي بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مرضود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربيين والمزارعين والارتقاء بدخلهم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر ودولة الإمارات بسرعة تنفيذ مشروع تطوير الانتاج ببعض حقول الغازة وخلال اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاتثمارات المشتركة أشار مدبولي إلى استمرار فرق العمل من الفنيين من الجانبين في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون مؤكدا البناء على الذخم الكبير والاهتمام من قيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن ومن جانبه أشار رئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتصويق بشركة أدنك خالد سلمين إلى اهتمام الشركة الكبير بعدد من المشروعات سواء في قطاع الغاز أو غيره على رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قابوله استقالة أعضاء الكتلة الصدرية النيابية على مضد وقال الحلبوسي أنه بذل جهدا مخلصا وصادقا لثني الصدر عن هذه الخطوة لكنه آثر أن يكون مضحيا وليس سببا معطلا من أجل الوطن من جانبه أمر زعيم الطيار الصدري مختدى الصدر بإغلاق أغلب المؤسسات التابعة للطيار الصدري في العراق وكان الصدر الذي يكمل أضلع مثل التحالف إنقاذ الوطن قد لوح الخميس الماضي البقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة أغلبية وطنية كما وجه أعضاء كتلة النيابية بكتابة استقالاتهم تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان أعلنت القوات الأوكرانية أن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سفيردونسك بمدينة أخرى عبر النهر ما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين وأفد حاكم منطقة لوحانسك شرق أوكرانيا سيرجير جايداي بأن القتال ما ذال دائرا بين القوات الأوكرانية والروسية من شارع إلى شارع وذلك في سفيردونسك وسيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة لكن ما تزال قوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع الكيمويات يحتمي به مئات المدنيين أعترف الأمين العام لحلم في شمال الأطلنطي النيتويا سيستولنبرج بأنه سيتعين على كيف التنازل عن جزء من أراضيها من أجل إحلال السلام وقال في مؤتمر صحفي عقدم رئيس الفنلندي سولي نينتسي إن حلف النيتو سيستمر في دعم سلطات كيف مشيرا في الوقت نفسي أن الحلف سيحاول بكل وسائل تجنب التصعيد مع روسيا وأضاف أن الحلف لا يزال يرفض إرسال وحداته إلى الأراضي الأوكرانية لمنع التصعيد رافضا أيضا إمكانية تفرض منطقة حضر طيران تقدم تحالف رئيس الفرنسي إيمانوي مكرو الوسطي معا على منافس الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد بزعمة جان لوك ميلانشون وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وحزم نتائج وزارة الداخلية الفرنسية فإن التحالف مكرون حصل على 25.7 من 10% بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6 من 10% فيما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعمة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18% وحزب الداخلية الفرنسية فقد بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية نحو 40% نهاية مجزء التاسعة فاصل ورد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر